يا أبو سعد على القصص اللي فيها يعني تجربة وفيها الإنسان ما يتوقع يعني التجارة بالعموم رزقها أوسع من الوظيفة يا سهل الله مستهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنا تسعة أعشار الرزق في التجارة لمن كتبها الله له نعم أنا أذكر مرة المرات كنت في سريلنكا وراجع من سريلنكا للرياض ولكن جنبي واحد معه كراتين و كراتين هذه شاهن جاي بيحملها قالوا الوزن تعدى وأنا كنت أروح وجسر لنكا شغلي خفيف كراتين فاضية لا كراتين مليانة وكنت راجع بدون ما معي حمولة وراجل شفت سماتها طيبة وراجل عاقل كذا قلت له ترى أنا ما معي وزن ركبها معي بدل ما تحسب عليها فلوس طبعا تصروا في هذا خاطئ ولكني استعسمت في الرجل خير وقبل لا نسمع القصص اللي فيها يعني مشاكل تأخذ أغراض أحد وكذا وإن شاء الله نيتك سليم أي والله وأتعرف على الرجال أصبح الرجال صاحب أحد شركات الكافي على الطرق السريعة وجالس يدخل لأنواع الشاهي يقول جايسي لنكا وروحت اندونوسيا وروحت مدريقل كذا دولة بدخل أنواع للشاهي أطور محل الكافي حقي أشياء من ذلك يقول أنا يقول معي ثالث ثانوي ولكن فضل الله سبحانه وتعالى في تجارتي عندي الدكاترة وعندي الشهادات العليا ماسكين عندي الحسابات ماسكين عندي العمار ماسكين عندي ذا شهادات عالية ورزقهم من الله ثم من أبو الثانوية لكن أنا بدأت بالتجارة وفتح الله علي والحمد لله عنده تقريبا ذاك الوقت كلام فوق ممكن 120 فرع من الكافيات وسبحان الله الله فاتح عليه هي التجارة ممكن ترى في بيع في شرية اتدخل راتب شهرين ولا ثلاثة يعني في لحظة ولا لا يبو عبد الله لك تجارة